اشتركوا في القناة احذر من محاولة الإساءة لها فهي تعرف تماماً كيف تدافع عن نفسها حصلت على جوائز مختلفة وهي اليوم تحمل الحزام البرتقالي تساعد هذه الطفلة والدها في تدريب عشرين طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة سعادتها تكمن برؤية هؤلاء الأطفال يطورون قدراتهم بفنون الكاراتي نور خسرت ألعابها منزلها ومدينتها لكنها لم تخسر قوتها وإرادتها بالتدرب كل يوم فهي تؤمن أنها ستصبح يوماً بطلة العالم بالكاراتي